بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن تحويل النصوص المصورة او النصوص التي تم التقاطها باستقدام كاميرات التصوير او معدات المسح مثل السكانر الى نصوص يمكن التعامل معها بواسطة الكمبيوتر او البرامج سواء كانت برامج محاضلات نصوص او منصقات نصوص مثل البرامج الوارد او برامج قواعد البيانات قبل البدء في عمل برنامج بايسون لقراءة النصوص المصورة يجب اول انزال مكتبتين المكتبة الاولى بنكتب الامر التالي PIPA install TESAR ACT ونضغط مفتاح ادخل ENTER المكتبة التانية اسمها PIPA install PYLO ونضغط مفتاح الادخال طبعا المكتبة الاولى ادان رسالة هنا requirement already satisfied بمعنى ان هذه المكتبة تم تركيبها مسبقا وايضا المكتبة الثانية مكتبة PYLO ادان رسالة requirement already satisfied بان كلا المكتبتين تم تركيبهما في وقت السابق ولا داعي لتركيبهم مرة اخرى لكن هناك في بعض الاحيان يتحتم علينا ان اقرأ النصوص بعدة لغات لان المكتبة TESAR ART هي مكتبة تابع OCR بتقرأ النصوص هي بتقرأ في الواتف الاختراضي النصوص باللغة الانجليزية لكن في بعض الاحيان يتحتم علي ان اقرأ نصوص من على الصور او مستنادة من اصحاب وصل الاسكنر بلغات اخرى مثل اللغة العربية اللغة اليابانية الايطالية اي لغة من لغات العرب وبالتالي يجب عليك انزال هذه المكتبة من الانترنت TESAR ART OCR لويندوز 64 حسب انه عندك في الويندوز 32X بننزل هذه المكتبة وان شاء الله سأضع لك رابط بهذه المكتبة ان شاء الله ولو عايز المكتبة W32 ايضا موجودة على الانترنت فبفتح هذه المكتبة وبعمل على تسطيبها هنا بيدي رسالة يقول لي انت عايز تسطيبها طبعا انا بسطيبها بيبدأ اعد هنا الانضايرومنت بتاعتها الباكج اللي كي يتم تسطيبها على الجهاز هنا بيقول انت عايز تسطيب باللغة الانجليزية ام اي لغة مثلا بختار اللغة الانجليزية هنا بيقول هنا طبعا المكتبة عندك قبل كده بيقول لي انت عايز تحزي في الفردل السابق عندك فبقول له لا هنا نيكست اي 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 دري انا موافق انستوال فور اينوان يوزين ديس كمبيوتر او نيكست هنا بقى المهم اركب هنا اديشنال سكريبت داتا دونلود و اديشنال لانجوش دي مهمة جدا و اركب لغات اضافية طبعا اللغات الاضافية هنا حينزل ليه اللغات اللي حراك شايفها دي كلها و دي مطلوبة في ان اتعامل مع لغات كتيرة جدا مثلا عندي فواتير بيتيجي من الفروع من بعض الدول و محتاج اسكريبتات خاصة بهذه اللغات و ابدأ اعمل نيكست طبعا هو سيستغرق وقت في انزال جميع هذه السكريبتات و انا سبع اركبت هذه السكريبتات على السيستم قبل كده لا داعي ان انا استكمل عملية استقاب لكن بالنسبة لك هتستكمل عملية نيكست و استكمل استقاب هنا خرجتم استقاب بعد ما يتم استقاب هتدخل على الجهاز عندك على السيستم هتدخل هنا على zbc وتاخد كلك ايمين وتختار properties و تدخل على advanced system settings هتدخل بعدها على environment variables environment variables وبعدها تدخل على pass تفتح مصار هنا تختار edit و تجد هنا و تجد هنا وضعت هذا المصار وهو c program files و cr هذا اللي انا حطيته طيب لو هو مش موابدة عندك هتفتح edit مثلا هنا انا هاخد النص ده هقصه او copy و هنسخ و هحزفه عشان كيف تضيفه ثاني انا بعمل delete بضيفه ازاي اضغط هنا new و بنسخ النص هنا و کس الفتح المصار الخاص به و اضغط افتح اوبا و اعمل الخطوات و ادخل اسم موجود هنا طب لو اسم مش موجود يعني مثلا انا هزفه واضفه تاني اضغط new وحط الاسم بتاعه هنا اكتبه كده زي ما هو زي ما حدثك شاهد كده المسار بتاعه واضغط اوكي بالطريقة دي حيفتح لي المسار الخاص بالسكريبتات الخاصة بتصهر اكت في الزاكرة واقدر اتعامل معها من خلال بيئة التشغيل نيجي للخطوة الثالثة وهي كتابة الكود نكتب from below import storedly image الثالثة بعده from من python 9 اكت import storedly image to في image to boxes وفي image to sd وimage to data اختار image to string يعني احول الصورة الى نص في السطرة الثالثة افتح متغير اسمه image يساوي واستخدم الفانكشن اللي انا استوردتها من pillow اللي هي image dot open افتح لي الملف وانا اعمل ملف حياراه هنا داخل الفولدر يشوف الفولدر كده عايزه يقرأ ملف الفاتورة دي الفاتورة دي عايزه يقرأ الفاتورة اسمه invoice dot png بكتبها هنا في الكود بين quotation mark وبكتبها invoice هو بكمل ليه png بضغط مفتح لدخل enter بعد كده بافتح متغير اسمه text نص يساوي واستخدم المكتبة image to string image to string وادخل متغير image اللي انا استخدمته فصات لقم ثلاثة واخد كومة وادخل المعامل التاني language اللغة واضع quotation mark واقول له اللغة هنا english اللغة اللي انا استخدمها هنا لغة english بعد كده بضع هذا النص print اضع لي text text ننفذ ونشوف هيقرأ الفاتورة ام لا نضغط ارى ليه محتوى هذه الفاتورة ازا ما احنا شايفين كتب ليه محتوى الفاتورة وايضا هنا اللينك الخاص بالموقع الخاص بها وجاب بياناتها حضر البيانات بتاعتها وممكن اتعامل مع هذه البيانات كنصوص في الكمبيوتر عندي او في قواعد البيانات لحبات احفظ النص ده في ملف هل ممكن ايوه افتح مثلا متغلسنه file ويساوي وهنا open افتح لي ملف الملف ده مثلا انا هسميه بنكوتشن مارك انا هسميه output هسميه output dot text كده فتحت الملفة في الزاكرة tab اكتب بداخله البيانات فبس افتح متغلسنه جديد مثلا text بيساوي واستخدم دلة repair يعني عد هذا الملف الملف عندي هياخد التكست الموجود ده اقول له حوله لstring لنص بعد كده هكتب هذا النص داخل الملف فبكتب file dot write اكتب لي اكتب لي هذا النص داخل الملف بعد كده نقفل الملف file dot close اغلق الملف ننفذ ثاني ونشوف الناتج قال لي هنا هنا في عندي نائس معامل اللي هو write اكتب binary باجي هنا اخد كومة وفي هنا معامل ثاني باضعه بين كنتش المارك واضع حرف الو معناها write binary اكتب هذا الملف ننفذ ننفذ هنا كتب لي الملف في نفذة output وازهب الى هنا folder افتح الملف output اجد انه تم تحرير هذا النص داخل المستند output text وده ملف نصي كده عرفت ازاي اقرى ملف باللغة الانجليزية او صورة باللغة الانجليزية ننفذ ان عندي لغة عربي عايز اقرى ملف باللغة العربي بروح لفولدر مثلا انا عندي arab text هنا نص عربي متصور زي هذا عايز اقرى اسم الملف هنا arabtext.png هل يمكن قراءته نعم باقي هنا في المتغرق image باقي احذف اسم الملف الاولان invoice واكتب مثلا هنا ده arabtext ده نص عربي وطالما انه حيقرى نص عربي فاغير الانجوش هنا الى ara ara معناها عربي ننفذ ونشوف النتيجة اجده هنا كتب حول لي النص الى هنا حول النص الى اللغة العربية لنطلب ان انا عندي ملف باللغة مثلا الفرنسية مثلا اذا الملف بصورة اسمه french text.png برجع ثاني واكتب هنا french text.png وهنا الملف فاكتب هنا اللغة fra يعني فرنسي اضغط run كتب لي محتوى الملف الفرنسي هنا في شاشة الاوتبوت لو عندي ملف مثلا باللغة الايطالية مثل هذا الملف دي صورة موجودة على مصرص باللغة الايطالية اسم الملف italian text.png هل يمكن قراءاته ايوا اكتب هنا italian text.png وهنا اكتب اضغط 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 الان اضغط محتوى الملف اضغط الناتج في الاوتبوت اضغط ونكتب جيرماني تيكيسدو بي اين جي وهنا اللانجوش دوتش هنا ألماني ونضغط ران كتب لي محتوى هذا الملف أرى الملف وكتبه وأيضا وضع لي النسخة هنا متحررة داخل الملف التكيسدو عندي طبعا يمكن عمل أو قراءة أي نصوص من أي لغات في العالم سواء اللغة العربية اللغة الإنجليزية فرنسية إيطالية برتغالية وطبعا هتقول لي تبرمزل تضع هنا هعرفها إزاي عندك هنا موقع الموقع ده أحسا أضع لك الرابط الخاص دي بيديك رمز مثلا كل لغة يعني هنا africans amharic arabic جميع لغات العالم اللي بتدعيمها التسر اكت عندي وطبعا هو بيديك هنا علامة اكس هنا للغة مثلا هنا اللغات اللي بتدعيمها لحسب الفرجن اللي هو موجود إن شاء الله هذا عليك رابط خاص برموز كل لغة يعني ang خاصة بالإنجليز بالطريقة دي عرفنا زي نقرأ النصوص المكتوبة على الصور سواء كان صور PNG أو صور JPG أو أي صور أو صور PDF لأنه ممكن تعرف في مهام العمل قراءة مثلا الفواتير وده عملية طبعا مرهقة بالنسبة للناس بيواجهوا فيها مشاكل وطبعا محتاج قارئ آلي يقرأ هذه النصوص وتعامل معها بواسط الكمبيوتر وبواسط قواعد البيانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته